صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتتفرج فيه على الحلقة دي انا مصطفى الشاعر ودي حلقة جديدة من برنامج خشك لك زي ما هو واضح من عنوان الفيديو ان الفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة وهنعمله مراجعة هو فيلم صاحب المقام صاحب المقام يا جماعة فيلم عمل ضجة كبيرة اول منازل خصوصا بسبب الاسماء اللي موجودة فيه كبطولة وكاخراج وكتأليف وزي ما هو معروف لكل الناس ان الفيلم من تأليف ابراهيم عيسى ومن اخراج محمد جمال العدل اما بقى طقم التمثيل فهم بطولة قاسر ياسين امينة خليل يسرى بيومي فؤاد والطفل عمر حسن زي ما هو معروف عن الفيلم ان الفيلم مليان ضيوف بالنسبة لي يا جماعة بيحبش اقول كلمة ضيوف شرف غير لو كانت ضيف فعلا اللي في الفيلم هو ضيف شرف بجد ويستحق اللقب ده فضيوف العمل هم كتير جد انه ممكن تخشه وتعرفه كام واحد ومين ادوارهم وعملوا ايه اما ضيوف الشرف الحقيقيين في الفيلم فمن وجهة نظري هم خمس افراد اولهم رحمة الله عليه ابراهيم نصر وريهام عبدالغفور محمود عبدالمغني وانجي المقدم والرائع صاحب اجمل صوت موجود على الساحة حاليا وقل الفشني وخلينا برضو نرسي قاعدة هنمشي بيها في كل الفيديوهات اللي هنعمل فيها مراجعات للافلام وهي اننا هنقسم الحلقة لاربع اجزاء القصة الاداء التمثيلي الاخراج واخر حاجة التقييم وخلونا بقى دلوقت نبتدي باول حاجة قصة الفيلم قصة الفيلم بتحكي عن يحيا رجل الاعمال اللي عايش في الثروة وفي المال ومش حاسس باي حد من اللي حواليه اللي بيقرر ان هو يهد مقام موجود في منطقة هو حيبني عليها منتجع سياحي وبالفعل بيهد المقام ده ومن هنا بتبتدي احداث الفيلم وبننطلق فيها الاطار بتاع الفيلم او الفريم بيبان ان هو حاجة مباشرة او حاجة قوية خصوصا ان اللي بيعمل دور البطولة المباشرة هو اسر ياسين واخر ذكره لينا كمتفرجين مع اسر ياسين هو مسلسل متوش واللي فعلا كلنا حبينا فيه اسر ياسين وحبينا الاداء التمثيلي بتاعه الثالث البسيط السهل اللي بيوصل للقلوب ولكن مع الاسف القصة كانت ضعيفة اوي والتسلسلات اللي فيها مش منطقية وفيه حاجات مش وقعية ولا ممكن يتقبلها العقل وعملت ترمي رسائل خفية احنا في غنة ان احنا نتكلم عنها اصلا ولكن بقى كمتعة مشاهدة او كمتعة سينمائية فالفيلم ما فيهوش المتعة اللي احنا كنا ما استنيينها الا في لحظات قليلة اوي وكان السبب فيها هم ضيوف شرف الفيلم اللي بجد وده اللي يخلينا ننتقل للنقطة التانية وهي الاداء ولو جينا بقى نتكلم عن الاداء التمثيلي فاحنا هنقول ان هو حاجة من فوق الوش كده جوا يلا نعمل فيلم وخلونا نخلص واللي بصراحة ما حبيتش دوره في الفيلم نهائي هو اسر ياسين نفسه لان اسر كان بيمثل من فوق الوش اوي حاجة كده انا عايز اخلص الفيلم ده اعايز افضل على الساحة والناس فكراني بعد ميت وش ولكن ده قلل شوية من حب الناس ليك يا اسر ولكن مع الاسف ما اعتقدش ان ده كان اختيار موفق من اسر ياسين ان يكون هو الفيلم اللي الناس مستنيه بعد مسلسل ميت وش والنجاح اللي هو عمله لو جينا بقى نتكلم عن اداء التمثيل اليسرى فبصراحة هي قدت ولكن الدور نفسه يا جماعة ملوش اي لازمة دور دراميا ليس له داعي ولو تشال مفيش اي حاجة هتأثر من الدراما الدور كان مرسوم ان هو يبقى فيه عمق وان هو اللي بيبعت رسائل وان دي الشخصية المحورية بتاعت الفيلم ولكن دراميا ولا ليه اي لازمة تخيلوا كده كل الناس اللي اتفرجت على الفيلم لو دور يسرة تشال هل في اي مشكلة هتحصل ونتناقش صحة في الكومنتات يا جماعة ولكن اللي كان دوره فعلا محوري هو محصل نحي الدين ومع الاسف برضو مستغلش الدور ده وعملوا بشكل تقليدي نمطي سازج مفيهوش اي حاجة ولكن بالنسبالي العلامات اللي كانت في الفيلم وفعلا كانت تستحق ان هي تتباروز هم ضيوف الشرق يا جماعة ابراهيم نصر محمود عبد المغني انجيل مقدم ريهام عبدالغفور الناس دي عملت مشاهد فعلا مستر سينز اه طبعا ساعدهم على كده الاخراج وساعدهم على كده الكتابة ولكن اختيار المخرج للناس دي في الادوار دي مش اي حد تاني خلاهم يبدعوا جدا ويا ريت يا ريت يا ريت من كل صنع الاعمال السينمائية هاتوا الناس دي كتير شغلوهم والله الناس دي كويسة وعندها حاجات كتير وخلونا طبعا نفتكر استاذ ابراهيم نصر رحمة الله عليه وندعيله ان ربنا يرحم ونيجي بقى دلوقتي للنقطة رقم 3 وهي الاخر المخرج محمد جمال العبد كان عامل شغل نمطي جدا تقليدي محستش باي ابتكار كدرات عادية جدا مشاهد عادية مفيش لونج شوتس حتى بتتاخد لأ كلها كدرات ثابتة والمتحرك فيها قليل قوي ومفهوش اي ابداعية شغل تقليدي جدا مش معنى كده ان يوه الشغل كان وحش لأ الشغل كان كويس مقبول ولكن مفيش اي متعة اخراجية ولا ابداع اخراجي خالص منه بل بالعكس ان حتى كدرات التصوير كانت الكدرات المحفوظة جدا الكدرات العادية جدا الكلوزات عادية جدا شفناها في مليون فيلم وفي مليون قصة قبل كده حاجة اخيرة حابب اتكلم عليها قبل ما اقول التقييم وهي الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقى التصويرية اللي عملها خالد الكامار فيه ناس كتير كانت شايفة ان الموسيقى قوية وحلوة وفيه ناس قالت ان الموسيقى علمت معاها ولكن بالنسبالي انا ما حاستش ان الموسيقى فرق في حاجة الموسيقى مقصرتش فيها ومعلمتش معايا نهائي لدرجة ان انا بعد ما خلصت فرجع الفيلم انا مش فاكر ولا مقطوعة موسيقية لها علاقة بالفيلم ولا فيه اي تون او نغم امعلق معايا واخر حاجة بقى هنتكلم عليها وهي تقييم الفيلم وتقييمي لفيلم صاحب المقام هو خمسة من عشرة وبكده نكون وصلنا لنهاية المراجعة بتاعتنا لفيلم صاحب المقام بتنسوش تعملوا لايك وشار وسبسكرايب وتشتركوا على الفيس بوك بيجيز بتاعتنا وتقولوا لنا رأيكم في الكومنتات ونتناقش سوا عن رأينا في الفيلم ده وايه الحاجات اللي انتم متفقين معايا وايه الحاجات اللي انتم شايفيني كنت ظالم في حكمي عليها انا مصطفى الشاعر ودي نهاية مراجعة فيلم صاحب المقام من برنامج خشك لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة